ومن عالم المال والأعمال إلى عالم الرياضة حيث كشف رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح عن المجهودات الكبيرة للجنة في سبيل عودة الحياة إلى النشاط الرياضي المحلي بعد توقفه بسبب انتشار مرض كوفيد-19 كما أعلن رئيس نادي الرماية الدكتور الدعيج الاعتبي أن النادي بدأ إجراءات التجهيز والتعقيم لمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية استعدادا لانطلاق التدريبات الأحد المقبل المزيد من التفاصيل والأخبار الرياضية تأتيكم في هذا التقرير أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح أن اللجنة بذلت مجهودات كبيرة في سبيل عودة الحياة إلى النشاط الرياضي المحلي بعد توقفه بسبب انتشار مرض كوفيد-19 كما تابعت اللجنة منذ انتشار الوباء وحتى يومين هذا الوضع الصحي في البلاد مع الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة للاستعداد والتحضير للعودة ما أثمر اتخاذ إجراءات صحية واشتراطات احترازية لمزاولة التمارين الرياضية التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل وفقا للاشتراطات الصحية وذكر أن وزارة الصحة تقوم مشكورة بإجراء الفحوصات الصحية المطلوبة بمعدل 300 مسحة يوميا بمركز الطب الرياضي بالهيئة العامة للرياضة بمنطقة الخالدية